كمان امام عشور الحقيقة المتقلق كان ليه تصريحات مهمة جدا وقال ان الفريق حقق المطلوب منه وقال ان احنا نجحنا في اننا نتأهل للنهائي وكلم عن الماتش وقال انه كان ماتش قوي جدا واصررنا على الفوز الترجم بشكل فعلي بتسجيل الهدف في الوقت القاتل وقال ان كل اللعيبة كانوا على قدر المسئولية وعلى قلب رجل واحد من اجل تحقيق الهدف المنشود اللي هو الفوز بالسوبر ختم امام عشور كلامه بانه توجه بالشكر للجمهور اللي كان حريص كل الحرص على الحضور وعلى الدعم للفريق وزي ما بنتكلم دايما نقول نفس الكلمتين في جمهور النادي الاهلي ده العادي وده المتوقع بش حاجة جديدة يعني جمهور النادي الاهلي كالعادة لغوا بارة عليه دوره بيقوم بيه وزيادة حبتين ثلاثة تعالوا بقى نروح لتصريحات كولر اللي هو جمان طبعا عبر من خلالها عن ساعاته بالفوز وقال ان المتش كان قوي جدا وكان صعب وان كل اللعيبة يعني قدموا افضل ما لديهم ويخلقوا مجموعة من الفرص والهدف جيه كمكافأة للعيبة على مجهودهم الكبير اتكلم كمان عن متش النهائي اللي حيكون يوم الخميس الجاي ان شاء الله طبعا امام مادرن فيوتشر وقال انه حيكون في منطهة الصعوبة قال انه يعني ريح بعض اللعبين بعد مشاركتهم في كسر عالم للاندية وانه هيحدد التشكيل النهائي بناء على التدريبات وبناء على مدى جهزية كل اللعبين وقال ان الشناوي وياسر ابراهيم هيخضعوا له فحوصات طبية لتحديد حجم الاصابة عندهم